قحى والمرأة في أحد البلدان كان عايش رجلا سريا جدا أعطاه الله المال الوفير ولكن السري كان بخيلا لا يحسن على الفقراء والمحتاجين فابتعد عنه الناس وقاطعوه فعاش وحيدا حزينا لأنه يحب المال ويكنزه وفي يوم قاء قحى إلى هذه البلدة في زيارة فعلم جحى من أهل البلدة قصة السري البخيل فذهب إلى قصر البخيل وطرق بابه قائلا أيها السري أنا جحى وقد أتيت لزيارتك فتح السري باب قصره وقال مرحبا إنه لأيوم جميل أن يأتينا رجلا وعرف عنه سمعة العلم والمعرفة ليت أهل البلدة يعلمون بزيارتك لي يا جحى فقال جحى وما الفائدة في ذلك قال السري إنهم يقاطعونني وهذه أول مرة أتحدث إلى إنسان منذ زمن فتجدني في وعية السعادة قال جحى أيها المسكين ألا تعرف السبب؟ قال السري وكيف أعرف وأنا هنا في قصري؟ قال جحى لقد أتيت من إجل ذلك جلس السري جحى وقال له أعلم أنك أتيت مسافرا ولا بد أن أنك جائع فهل أحضر لك طعاما أم شرابا؟ قال جحى إن كان هناك طعاما بالقليل منه فإن لم يكن فأتيني به إن لم يكن هناك طعاما فأتي بشرابا يعينني على تحمل الجوع فأسرع السري وأحضر إبريكا الماء فجذبه جحى من زراعاه وقاده إلى النافسة وقال له أنظر خلف الزجاج وقل لي ماذا ترى نظر السري وقال ما هذا يا جحى؟ لا أرى غير الطرقات فيها الناس وكثيرا ما أكف هنا وأنظر فلا أرى غير ذلك فجذبه جحى من زراعاه إلى المرآة المعلقة على الحائط وقال له أنظر إليها وقل لي ماذا ترى؟ تعجب السري من طلب جحى فنظر إلى المرآة عدة مرات ثم قال ما هذا يا جحى؟ إنني لا أرى غير نفسي وهذا ما يحدث كلما نظرت إليها فلا أجد غير نفسي وقال جحى حسنا أتدري ما الفرق بين زجاجة النافذة وزجاجة المرآة؟ وقال السري زجاجة النافذة شفافة ترى من خلفها الناس فقال جحى والمرآة قال السري المرآة لا يرى فيها غير نفسه ولا تجد نفسك خلف المرآة فطرى فيها فقط نفسك لأنها مغطة بغشاء رقيق من الفضة فقال جحى انزع غشاء المادة لأنه يطمس بصيرتك وسوف ترى الناس ويرونك وتحبهم ويحبونك فقال السري في سرور التقى جحى في الطريق بجاره البخيل فقال له منذ أيام وعدتني أن تدعوني للغداء عندك وسررت أنا وقلت في نفسي إن جاري وصديقي لم يعد بخيلا فقال البخيل إنني لم أنسى وعدي لك ولكنك يا جحى تعلم أن الطعام سيكلفني الكثير فقال جحى ابحث لي عن طعام لا يكلفك شيئا وسأأكله راضيا فقال البخيل معطردا لا تقلق ولا تقل هذا يا جحى أتريد أن يعلم الناس فيصفونني بالبخل قال جحى ولكنهم يعلمون ذلك قال إذن يمكنك يا جحى أن تحضر عندي غدا وأسعد لك طعام شاهيا ولكن بشرط قال جحى أن أدفع لك زمنه قال البخيل كيف عرفت ذلك واتفق جحى مع البخيل أن يتناول الغداء عنده بشرط أن يدفع له التكلفة فلما عاد البخيل لبيته قال لزوجتي غدا سيأتي جحى للغداء عندي فعدي له دقاجة من دقاجاتنا واختار المريضة النحيفة منها قال الزوجته وماذا نأخذ من جحى مقابل الدقاجة قال البخيل سيدفع لنا ثمنها وقال كذلك ومن سيدفع لنا ثمن الحساء يا زوجي قال البخيل سنجعله يدفع كل شيء حتى لا يأكل عندنا مرة أخرى قال الزوجته لا تنسى أن تقبض منه سمن إعداد الطعام وفي اليوم الثاني حضر جحى للبيت البخيل فاستقبله البخيل بالترحاب وكذلك زوجته وجلس جحى على المائدة قال البخيل أرجوك يا جحى أن تصدقني القول هل تستطيع أن تدفع سمن المأدبة أم لا قال جحى ليس قبل أن أتزوق الطعام وأمنأ معدتي منه قال البخيل هناك سمن الدقاق وثمن الحساء وثمن الخبز وثمن القرى وثمن إعداد الطعام وتقضيب الماء وغيره وغيره قال جحى مفهوم يا صديقي ولكن أين الطعام؟ قال البخيل أرجو منك يا جحى إذا أكلت الدجاجة أن تأكلها بعصمها فهكذا وزنت عليه وبعد قليل قال جحى ولكن أين الطعام يا رجل؟ لقد قتلنا جوع قال البخيل إنه على الموقد ولكن زوجتي تريد الاقتصاد في الاستعمال الوقود فتطفئ النار بين حين وآخر قال جحى ضحكا قدم الطعام نيئا وبذلك توفر سمن الوقود قال البخيل يا لها من فكرة كيف فاتتني؟ وضحك مرت ساعات ونام جحى على المائدة فلما أحضرت زوجته البخيل الطعام قالت لزوجها لا تجعله يقل بسرعة فقال الرجل هيا يا جحى لقد حضر الطعام أخيرا استيقظ يا جحى استيقظ جحى جائعا جدا فهجم على الطعام فقال له البخيل هيا أعطيني سمن الطعام فقال جحى ومن قال أنني سأدفع سمن دعوتك فسقط البخيل مخجيا عليه وقالت زوجته ماذا حدث لزوجي العزيز فقال جحى أغمي عليه من شدة البخل النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر القرص والأجاب بهذه القصة ترجمة نانسي قنقر